أهلا بكم أصدقائي الأطفال سنقوم اليوم بحل أسئلة الدرس الرابع من الوحدة الثالثة مع أصدقائنا الأطفال التمرين الأول ألاحظ وأتحدث سيتحدث صديقنا وليد معنا عن نفسه وعن مدينته أنا وليد مدينتي تبوك وهذه أختي وردان عندنا مزرعة واسعة نزرع فيها فواكه وخضروات وزهورا التمرين الثاني ألاحظ وأقرأ الكلمات وليد وليد وجدان فواكه خضروات خضروات أما التمرين الثالث ألاحظ وأقرأ الجمل أنا وليد مدينتي تبوك وهذه أختي وردان عندنا مزرعة واسعة نزرع فيها فواكه وخضروات وزهورا عمل رائع لننتقل إلى التمرين الرابع وفي هذا التمرين عليكم قراءة الكلمات قراءة صحيحة وليد 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 وجدان 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 خضروات 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 فواكه 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 ظهور 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 تبوك 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 واسعة 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 والآن في التمرين الخامس عليكم قراءة الكلمات واستخراج حرف الواو منها ثم معرفة الحركة التي عليه وليد و ورود و وجدان و 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 وجدان و و و و و و التمرين السادس هو ألاحظ وأكتب في هذا التمرين عليكم التدرب على كتابة حرف الواو بشكل صحيح رائعا حقا أما في التمرين السابع فعليكم أن ترسموا دائرة حول حرف الواو ثم كتابته في المربع أسفل الكلمة أما في التمرين الثامن فعليكم محاكاة عمر في تذكير الفعل وتأنيفه تلعب أحلام بالدمية يلعب مهند بالكرة يغسل أبي يديه يجرغ شد القهوة تخيط أم الثيار يكتب أم الدروسة تدعو أحلام ربها أما في التمرين التاسع عليكم إكمال الحرف الناقص مع حركته ثم قراءة الكلمة أحسنتم أنتم أذكي أحقا أما التمرين العاشر أقرأ الجمل أنا وليد مدينة تابوك وهذه أختي وردان عندنا مزرعة واسعة نزرع فيها فواكى وخضروات مزهورا أحسنتم يا سطار لقد قمتم بعمل رائعين هذا اليوم والآن إلى اللقاء يا أصدقائي انتظرونا في الحلقة القادمة لنحل الدرس الخامس من الوحدة الثالثة معا مع السلامة